على كورنيش الغيظة كانت وجهة هؤلاء النساء للمشاركة في هذا الطبق الخيري الذي نظمته مؤسسة فينا خير ضمن جهودها الإنسانية لإيجاد مصادر تمويل لبعض المشاريع التي لم تحصل على دعم رغم أهميتها وحاجة الأسر إليها كل طاولة أعطت طبق خيري وهذا الطبق الخيري نحن كمؤسسة نبيع هذه الأطباق والعائد منها يذهب إلى الأسرة الفقيرة يكون في فصل الشتاء وضع برت فلذلك ندفي هذول الأطفال وندفي هذول المحتاجين للتدفئة ولذلك قمنا بهذه الفعالية واللي هي طبق خيري جزاهم الله خير أصحى الأسرة المنتجة كل أسرة منتجة أعطتنا طبق خيري المعروضات المتنوعة التي قدمتها الأسر المنتجة إلى جانب المشاركات في الطبق الخيري حظي بقبال كبير من قبل المستهلكين لاقتناء هذه المنتجات والتي ستعود فائدتها بحسب روايات القائمين عليها لشراء الملابس الشتوية وتوزيعها على الأسر الفقيرة والنازحة لدينا منتجات بطاطس بوحمر والكيك وأنواع البسكويت والجوزية نحن كأسر منتجة مشاركات في هذا الطبق الخيري لكننا نعاني من ضعف الإمكانيات وكل هذه المواد كما تشوفوا هذا من مقهود ذاتي ولكننا نأمل من النظمات الداعمة دعمنا حتى نستطيع أن نستمر في هذا المشروع وننتج مثل هذه المنتجات ونتمنى أن يكون هذا المشروع أسبوعيا عشان نستمر ورغم المبادرة الإنسانية التي ستخفف عناء الكثيرين ثمة معاناة أخرى تعيشها هذه الأسر المنتجة وهي تعمل بجهود ذاتية وتفتقر لأي تمويل يساعدها على مواصلة الإنتاج وسط مطالبات للجهات المانحة والمنظمات للالتفات إلى أوضاعها ومد يد العون إليها حتى يتمكن من تحقيق أحلامهن وافتتاح مشاريعهن الصغيرة أحمد الحرازي لقناة سهيل محافظة المهرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر